عاد الهدوء إلى المنطقة المحيطة بمعسكر قوات الأمن الخاصة والتي شهدت حالة من التوتر بعد أن قطعت مجامع مسلحة بعض الشوارع القريبة من معسكر قوات الأمن الخاصة في عدن واخطوط الاتصالات الخاصة به وانتشر المسلحون في الأحياء القريبة من المعسكر بهدف اعتقال أي شخص من منتسبيه يأتي ذلك بعد يومين من إصدار الرئيس المستقيل قرارا بإقالة قائد فرع قوات الأمن الخاصة في المحافظة وتعين بديل الله